التمثيل الإزاعي بقى ودينا نتكلم عليها زي التمثيل المسرحي إن معظم اللي يجيدوا التمثيل الإزاعي لا يصلحوا للتمثيل السينماي للأسف الشديد لأن براعتهم باقت في عنصر واحد الإلقاء الصوت بجهاز التنفس مدام سميحة أيوب مثلا اشتغلت معها في الإزاعي واشتغلت معها في المسرح مفزعة مفزعة لأنها متمكنة بطريقة لا تخطر على البال دون أن تشعر يعني دون أن تحس بالكلام زوزو نبيل صلاح منصور كريم مختار دول حتان إزاعي أما كنت أشتغل معهم أبقى مفزوع فعلا لأن سميحة يبقى بشهب يضحك وسطها بعاية لأنهم يبقيتش أري الكلام ومش معقولة هحفظ في الإزاع لكن هما عندهم هذي التدريب إزاي وده هنتكلم فيها إزاي يغطي الصوت بإحساس إنك إنت تسمعه وتقول لا ده بيعيط بجد حزن بجد فرحة بجد فتدريب الإزاع ده مهم جدا